أَطَرَبَا السَّمِعِينَ ذِيكْرُ عُلَاهُ يَا لَرَاحٍ مَالَتْ بِهِ النُّدَمَاءُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ أَعْلَمُ مَنْ أَسْنَدَ عَلْهُ الْرُّوَةُ وَالْحُكَمَاءُ اللَّهُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذدنا إله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا سهل للهما علم طاعتك ووفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل والنية والهدى دوما مع الوقوف عند جهود سادتنا الصحابة الكرام رضوان الله عليه في خدمة السنة عرفنا في اللقاء السابق أنهم دوانوا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام جنبا إلى جنب مع القرآن الكريم سنعرف الآن في هذا المجلس باختصار شديد حرص الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على التثبت في الأخبار وعلى المنهجية العظمى التي أسس لها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وحينما جاء علماء الحديث بعدهم بنوا قوانينهم في التثبت والتمحيص على ما فعله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الأحاديث والآثار كثيرة وكثيرة جدا في ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في التثبت وعدم قبول أي كلام إنما يمحصونه بعد ذلك يقبلونه يقول الحافظ الذهبي رحمه الله كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من احتاط في قبول الأخبار أول من ظهر منه الاحتياط وأخذ الأسباب التي تجعله يتيقن من الخبر صحيح لستهاما للصحابة الكرام رضوان الله عليهم حاشا صحابة كلهم عدول نظرة في مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير طينات الشخص فيصير من أعدى لخلق الله وهم يعلمون ذلك إنما كان ذلك لعل يقع نسيان لعله لم ينتبه جيدا لعله أسقط كلمة الحديث أو نحو ذلك فمن أجل هذا كان صدنا أبو بكر الصديق أول من احتاط في قبول أخبار ثم أتى محافظ الذهبي بالرواية مشهورة محفوظة قال فقد راب بن شهاب عن قبيثة بمذ أيد أن الجدة جاءت إلى أي بكر الصديق رضي الله عنه تلتمس أن تورث يعني في خلافته لما كان خليفة أمين وميني بدأ بسينا عمر لما كان خليفة بعد انتقاص الوجود عليه الصلاة والسلام مات ميس له جدة فجاءت الجدة إلى الخليفة الصديق رضي الله عنه وتسأل حقها من المراث يقول فقال سيد ناوك الصديق ما أجد لك في كتاب الله شيئا آية الموارد السورة النساء ليس فيها الجدة وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا لا أجدك في القرآن ولا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاك شيئا ثم سأل الناس يعني هو الخليفة الصديق ومع ذلك قد يغيب عنه شيئا لأن كانت الناس في أشغالها فلم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أوقاتهم كانت لهم أشغالهم أهلهم أولادهم ونحو ذلك ولهذا سأل الناس هل سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاض في الجدة بشيء فقام المغير بن شعبة رضي الله عنه فقال سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس أي يعطيها كما تعطى الأم غالبا له السدس فقال له الصديق هل معك أحد هنا الشاهد في المثال هل معك أحد هل ليس هذا شكا وخدشا في عدالة سيدنا المغير بن شعبة حاشا لكنه تعليم منه صلى الله عليه وسلم في التثبت في إقابة أخبار سيد الوجود عيسر وما كانوا عليه في ذلك الوقت بالإضافة إلى الكتابة والتدوين وكذا لكن كان هناك ذلك المحفوظ هذا المحفوظ العظيم وهذا الثروة تحتاج إلى تثبت فقال هل معك أحد فشهد معه محمد بن مسلمة صحابي أخر بمثل ذلك فأنفده لها أوبكر رضي الله تعالى عنه وأرضها الحديث والآثر دال على ما كان عليه الخليفة الأعظم رضي الله عنه من التثبت في قبل أخبار وعلى أنه لما قام غير سيد المغير بن شعبة وهو سيد محمد بن مسلمة يشهاد على أنه كذلك هو سمع هذا أو حضاره ونحن ذلك حينها أنفد ما كان وأعطى الجدة السدوس وثبت يجد بهذه السنة النبو الشريفة وبالإجماع بعد ذلك على أن نصيبها السدوس عند انعدام الأم هذا مثال عن سيدنا أوبكر صديقة رضي الله عنه الخليفة الثاني وأمي مؤمنين سيدنا عبد المخطاب رضي الله سأل عنه كان على المسلم معنا لتعلم أن هذا كان منهج منهج عام لم يكن عملا فرديا لذلك تثبت بل كان حياة الصحب الكرام على ذلك التثبت لا لخدشين في عدالة الصحب الكرام حشان إنما تأسيس لمن يأتي بعدهم في أن لا تستهينوا مع قابول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ربو الإمام البخاري عن سيدنا أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى الأشعاري أرضي الله عنه كأنه مضعور يعني فزع فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعتم قام على ببثنا عمر وقال السلام عليكم أدخل فلم يجبه أحد ثانية ثالثة أرشع لما رجع خارج الفاروق فوجده فناده وقال ما منعك أن تدخل قال قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلي رجع يعني عندي التربية النبوي الكريمة علمتني أنني أستأذن ثلاثا فإلا أرشعت سيدنا عمر لم يكن قد سمع هذا الحديث أن أحدكم يستأذن ثلاثا وإلا إذا لم يؤذن له فلي رجع فقال والله لتقيمن عليه ببينه يعني لا بد أن تأتيني بالدليل بينا على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم هذه المقولة أن أحدا إذا لم يؤذن له بعد الثلاث يرشح ولهذا جاء إلى القوم مضعورا ثم سأل سيدنا بن سيد الأشعار قال أمينكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جماعة الأنصار فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم رأي الحديث أبو سعيد خدري رضي الله عنه قال كنت أصغر القوم ناضر سيدنا أبي كان من كبار الصحابة فقال كلكم سمع هذا الحديث مشهور محفوظ منكم مشهور كثير لكن كلكم حضرتموه ثم أشار إلى أصغر القوم له سيدنا أبو سعيد خدري كان من علماء الصحابة لكن الله حدث كان أصغرهم سنا فقال فقال لا يقوم معك إلا أصغر القوم فقام سيدنا أبو سعيد خدري قال فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يعني شهد شهد سيدنا أبو سعيد خدري مع سيدنا أبي موسي الأشعاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الحديث فقال عمر لسيدنا أبي موسي الأشعاري رضي الله عنه يا أبا موسى أما إني لم أتهمك هذا ضعض حتى سطر لم يكن مكتهم بين الصحابة الكرام حاشا أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نظر هذا العهد الصافي الطاهر من الصحابة الكرام ومع ذلك يقع معهم تثبت لأجل أنه حينما يأتي زمنهم التابعين وتابع التابعين ويظهر الوضع في الحاليث وكذا يكون العلماء قد تربوا على يدي وعلى إشارات سيدنا الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أن يتثبتوا في قبل الأخبار أنا لم أتهمك أنت ولفت أهلا لأن تتهم لكن خشيت أن يأتي الناس بعد ذلك فكل يقول قال رسول الله قال رسول الله قال من غيري تثبت فإذا علموا أن هناك من يتابعهم ويطلب منهم البيّنة ووو زادوا في الحرس على التثبت في الحديث هذه جهود عظمة وأسس علم الحديث هذه أسس علم الحديث في التثبت في الأخبار نختم في كلام تثبت في باب تثبت في الأخبار كذلك بحادثة لسيدنا علي كرم الله وجه فيها نفس المعنى لتفهم أن هذا لم يكن أعمال فرديا بل كان شأن الصحاب الكرام رضو الله عليهم ونعيد ونقول لم يكن تهاما لبعضهم من بعض وحاشاهم وإنما كان إعظاما للسنة إجلالا للسنة ورسائل ترسل إلى الأجيال إلى السادسة فيما بعد فلقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي عن سيدنا علي كرم الله وجهه قال كنت إذا سامعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه من الفهم والنور والأسرار وأنوار التي في الحديث وإذا حدثني غيره استحلفتها فإذا حلف فإذا حلف لي صدقته لما يحدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعني الله بما نفعني به من الحديث لما يحدثني غيره وهنا يسفهم شيء أن الصحاب الكرام لم يكنوا كلهم سامعوا الحديث عن رسول الله عليه وسلم لأن كان بعضهم عندها أشغال وبعضهم يكونوا قد سافر فلما يحدثني أحد غير سيد وشهد عليه وسلم أستحلفه أحلف لي بالله أنك سمعت الحديث بهذا النص من رسول الله عليه وسلم وهذا كذلك وجه آخر من وجه التثبت في السنة ثم يقول وإن أبا بكر حدثني وصدق أبا بكر هنا إشارة عظيمة جدا فإنه كان يقول كل كنت أستحلفه إلا الصديق فلم يكن أستحلفه حدثني وكر ولم أستحلفه لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت الصديق لا لأن غيره قد يكذب حاشاهم ولكن ما أعرفت ما قال الصديق ربنا الله عليهم جميعا ولأجل أن تعرف المنهج الذي كان عليه سيدنا علي فقال كنت أستحلف كل أحد الصديق لا فحدثني وكر وصدق أبكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجلين يذنب ذنبا فيتوضع فيحسن الوضوع ويصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفار الله إلا غفار الله غفار الله لنا ولكم جميعا وجزى الله عننا سادتنا الصحابة الكرام ارضو الله عليهم على تلك الجهود العظمى التي بدلوها في التثبت في نقل الأخبار ختاما لهذا المعنى العظيم الدقيق في التثبت وإن كان الكلام فيه حلو ولا ينتهي لأن الأخبار كثير وكثير جدا لكن لأجل أن نجمع الكلام عن التثبت وعن الجهود التي بدلوها المجهودات الجبارة من الصبر ومن التنقل وكذا هو عظيم عظيم جدا وباب واسع لكن اختصارا نذكر ما كان يتلقاه سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ترجم من القرآن ما كان يتلقاه من التعب ومشقة من أجل أن وصلتنا الآن السنة النبو الشريفة طاهرة نقية فقد روى عكرمة عن سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لراجلي من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير لما قبض سيد الوجود عليه الصلاة والسلام سيدنا ابن عباس كان في عاشرة الحادية عشر ثانية ومن تكن واحد من شباب الصحابة كبار الصحابة موجودون قال فجأت لراجل الأنصار وقلت هلما معي أعني على أن ندق على أبواب الصحابة الكبار الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات في جميع المواقف كذا لنأخذ عنهم ما كان من رسول الله عليه وسلم يعني من سنة هذا حال من هيأهم الله خلقهم الله لأجل حمل هذا العلم الشريف القرآن والسنة يقول فقال لي الأنصاري وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم من فيهم يعني سيدنا الصحابة الأنصاري رأى أن العمل هذا مضيع للوقت ربما من باب ماذا لا من باب أن طلب العلم مضيع للوقت حاشا إنما قال من باب أن في المدينة ومن هو أكبر منك سنة وعاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منك أفترى الناس يحتاجون إلى علمك مع وجود هؤلاء الناس من كبار الصحابة وترك التوفيق التوفيق من الله فترك سيدنا عبدالبن عباس ولم يشاركه في ذلك المراض والعمل قال فترك ذلك يقول سيدنا عبدالبن عباس فترك ذلك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث فإنه واحد هنا وقفة عظيمة واحدوا اسمحها بقلبك فإنه كان يبلغون الحديث عن الرجل يبلغني أن رجل من الصحاب الكرام عند حديث في العدة أو في حج أو في الزكاة أو في كذا أو في أي باب من أبوه وليس عندي لكن يقولوا أن ذك الصحابي سمعه يا رسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم فيبلغني الحديث عن الرجل فإنه كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل قائل يعني من القيلولة يذهب إليه سيدنا عبدالبن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيلولة في المدينة في الحر يذهب إلى ذك الصحابي الذي سمع عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا في ذلك باب وفوق القيلولة هل يدقوا عليه بابه فوق القيلولة اسمع معي ما يقول فأتوسد ردائي على بابه تسفي تسفي الريح علي من التراب مدينة صحراء آتي بابه في القيلولة فأضع رأسي على عتبة الباب وأتوسد ردائي أنا زعمل ردائي شيء أو كذا فأضع على الحجر وأضع رأسي في القيلولة ويسفن التراب كل وقت القيلولة والتراب يسفن ولا أدق عليه بابه أدب طالب العلمي مع أستاذه وأدب الصغير مع الكبير وكبار الصحابة قال فيخرج فيقول يا ابن عمي رسول الله ما جاء بك ألا أرسلت إلي جفاءتك الصحابة الكرام كيف كانوا يتأذبون كيف كانوا يتأذبون مع سادتنا أهل البيت رضا الله عليه يا ابن عمي رسول الله لا يقول يا عبد الله ولا يا ابن عباث لا أنت ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت من آل البيت أنا الذي آتك على كباري وصغار سنك لكنك منسوب إلى سيد الوجود عيسى صلى الله عليه وسلم من نسبة شرف فيقول يا ابن عمي رسول الله ما أتى بك كنت تدعيني ترسلي إنسان أنا آتي إليك على صغار سنك وكباري لكن أنا آتي إليك لأنك ابن عمي رسول الله هذا هو الأدب الجم الذي جعل الصحابة الكرام سادة الكون كله ما جاء بك ألا أرسلت إلي فآتيك يقول سيدنا بن عباس فأقول أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث يعني اللحظة هذه أنا طالب العلم وأنا الذي أنا المحتاج وأنت عندك العلم فأنا أحق أن آتيك فقال فأسأله فيحدثني ذلك الحديث حيث هنا مختصر في رواية أخرى يقول سيدنا عبدالبن عباس فلما كابرت وحتاج الناس إلي وجلس إلي الآلاف في المجال فهذاك الذي وقع انتهى علم الصحابة عند سيدنا عبدالبن عباس حد العبادي الأربع قال كان يمر بي الرجل الأنصاري ويقول فاقها الفتى يعني لو كنت مثله وفهمت لست الآن جالس مثل عند الآلاف كل هذا يسأله هذا يسأله وأجيب وأن أنشر علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ ماذا تحمل الصحابة الكرام ماذا تحمل سيدنا عبدالبن عباس رضي الله عنه يسف الترابة في القيلولة في الحر لأجل أن يصلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جزى الله عننا ساداتنا الصحابة الكرام خير جزاء جزاهم الله عننا وحشرنا في زمرتهم وفي معيتي وربيهم الأعظم سيد الوجود صلوة ربي وسلامه عليه هذا والله ورسوله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين النبي الأمي أعلم من أسد عنه الروج وأن حكام أرى الله